منحت منظمة سي ثري الأمريكية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة جائزة الإنجاز مدى الحياة والتي تم منحها لعاهل البلاد المفدة تكريما لجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات وخاصة في مجالي التنمية واحترام تعدد الأيديان في مملكة البحرين واهتمام جلالاته بتنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة ما جعلها نموذجا لشراكات الاستراتيجية بين الدول التي تقوم على أسس واضحة وقوية ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الجائزة من السيد هنريك سنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وقد نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته خلال الاحتفال الكبير الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور نخبة من كبار الدبلماسيين والإعلاميين شكر عاهل البلاد المفدة إلى جميع القائمين على منظمة سي ثري واعتزاز جلالته بهذه الجائزة المهمة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب كافة بما يعود بالنفع على الجميع وأوضح معالي وزير الخارجية أن نهجة جلالة الملك المفدة يقوم على توفير كل ما يؤدي إلى الارتقاء بالمواطن البحريني والنهوض بأوضاعه كافة وذلك من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير أرقى مستويات الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة حرص جلالته على استمرار نموذج المجتمع البحريني المنفتح على جميع الثقافات والحريص على احترام حرية الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام وأكد معالي وزير الخارجية في كلمته عمقى ومتانة العلاقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأت منذ أكثر من 120 عاما عندما تأسس مستشفى الإرسالية الأمريكية وأن هذه العلاقات تشهد تطورا وتقدما كبيرين على الأصعدة كافة ولسيما الاقتصادية والعسكرية والسياسية وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن العلاقات العسكرية بين البلادين الصديقين تعزز مصالحهما المشتركة كما أنها باتت من أهم ركائز حفظ الأمن في المنطقة ونوها معالي وزير الخارجية بالعلاقات التجارية التي شهدت دفعة قوية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005 مؤكدا معاليه استمرار مملكة البحرين في اتخاذ كل الخطوات بما يؤدي لفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وفي كلمته أثناء الحاخام آرثر شناير على قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا ومحققته من إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي مشيدا بحرص جلالته الواضح على التنوع الديني في المملكة وعلى نشر قيم التسامح من جانبه أعرب سيد هنري كسنجر عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم في هذه المرحلة الصعبة التي واجه فيها المجتمع الدولي تحديات كبيرة وعلى رأسها التطرف والإرهاب وحرص المملكة على تنمية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة منوها بما تحرزه مملكة البحرين إنجازات تنموية كبيرة والاهتمام بالمستشفيات والمؤسسات الصحية التي تقدم خدمات متميزة جدير بالذكر أن منظمة سي ثريا الأمريكية تسعى إلى تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وتقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات المعنية بالعديد من مجالات التعاون خاصة الصحة والتجارة وتمنح جائزتها لأصحاب الإسهامات المؤثرة والبارزة هو تقدير بحجم الورد الذي ينشر عبيره دوما ليتلذذ برائحته كل من رغب في رؤية أوضحة لما تقدم عليه باستمرار تلك الأياد المعطاءة التي لا تبخل في منح ما لديها من إمكانات هي بالأصل ذللت لصالح تنمية الإنسان ولتحاكي السبل كافة الرامية إلى الارتقاء والنهوض بأهمية الخدمات التي يحتاج إليها الإنجاز مدى الحياة جائزة أقرت ماسية تلك المساعي والإنجازات المتواصلة التي برع في إحقاقها وتبيان صورها المتلالئة النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه هذا النهج الذي لم يألو أي جهد في الاستدلال على أمثل الوجهات المؤدية صوب تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير أرقم مستويات الخدمات الاجتماعية لأهم رقب في معادلة التنمية المستدامة ألا وهو المواطن منح الجائزة ذات المعايير الشاملة جاء من قبل منظمة سيثري الأمريكية التي تخصص جائزتها لتوضع في مقام أصحاب الإسهامات المؤثرة والبارزة فهي من تابعت عن كثب تلك السياسات الناجعة التي عكست اهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في استمرار انفتاح المجتمع البحريني على جميع الثقافات وحرصه المستمر على احترام حرية الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام جزئية أخرى تقف ناصعة في سماء السياسة الدولية تتعلق بتنمية وتوطيد الأواصر التي تربط البحرين بالوليات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة بالشكل الذي جعل منها أنموذجاً معتدلاً للشركات الاستراتيجية بين الدول التي تقوم على أسس واضحة وقوية هذه العلاقة العميقة التي تمتد منذ أكثر من 120 عاماً ليتوسع نطاقها وتشهد تطوراً وتقدماً كبيرين على الأصعدة السياسية كتوحيد الرؤى والمواقف المتعلقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات كبيرة وعلى رأسها التطرف والإرهاب وأما الاقتصادية منها تتمحور حول العلاقات التجارية بين واشنطن والمنامة التي شهدت دفعة قوية تمثلت بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005 ما من شأنه فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين فضلا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والدعم العسكري بين الدولتين ليعد من أهم ركائز حفظ الأمن في المنطقة رد الجميل بالجميل وأكثر أفصح به لسان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الذي تكفل باستلام جائزة الإنجاز مدى الحياة من هنري كيسينجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق والتي منحتها منظمة سيثري الأمريكية لعاهل البلاد المفدة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل كبير أقيم بهذه المناسبة هذا الحفل الذي نقل من خلاله معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بحضور نخبة من كبار الدبلوماسيين والإعلاميين شكر عاهل البلاد المفدة إلى جميع القائمين على منظمة سيثري واعتزاز جلالته بهذه الجائزة المهمة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب كافة بما يعود بالنفع على الجميع جائزة لم تجد صعوبة في التعرف على من يستحقها استحقاق جاء كبريق نجم اختال بجمال صنيعه الذي نظرته تلك الأعين التي أعطت لكل مقام قدرة لتجود بمقال عنوانه الأبرز شخصية الحياة وسجل إنجازاتها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات